الشروط الجديدة او الشروط الحالية الخاصة بالحصول على الجنسية النمساوية بواجهة عامة هو ده طبعا احنا اللي نصحنا بالناس قبل كده في الحلقات السابقة ان مش لا يكفي ان الشخص يقف لحد ان هم على الجوء او حماية سنوية ويفضل على كده طبعا افضل ان هو ينتقل ويطور من نفسه ويحصل على الجنسية ده اللي ضمانة بقاءه اكتر تكون بالبلد وطبعا الحاجات دي لها شروط طبعا يعني لو قلنا احنا طبعا النهار ده برضو عايزين نوضح للمشاهدين احنا مش هنقدر نقول كل تفصيلة لقانون الجنسية لان الموضوع كبير جدا للجنسية والجنسية في النمسا معقدة جدا وصعبة جدا الاجراءات بتاعتها مش زي بقى الدول التانية الاوروبية يعني تعتبر النمسا يمكن من الدول الصعبة جدا جدا يعني في دول تاني اوروبية سمعنا انا حتى المانيا في الوقت الاخير بدأت تخفف جدا من الشروط والعقبات عشان عايزة تدي الناس الجنسية بس يمكن برضو في ايطاليا برضو الموضوع صعب لكن هنا انهم سوا صعبة جدا احنا مش هنقدر نقول يعني مش هنقدر نقول لست كذا 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 لان كل واحد دي حالة خاصة بس هنقول اهم الحاجات الاساسية لازم تكون موجودة وده بشكل عام بشكل عام طبعا اول حاجة الدخل لازم الشخص يكون عنده دخل كافي ودخل الفرد غير دخل العيلة غير دخل مع ولد غير دخل مع ولدين وهكذا تمام تاني نقطة ان الشخص ما يكونش ارتكب اي جريمة في النمسا يعني نقول مثلا من وقت قصير لان دي برضو فيها كلام يعني مثلا واحد عنده جريمة من عشر سنين ولا خمساشر سنة غير لما يكون واحد لسه عامل جريمة او عنده مشكلة من شهرين تلاتة او من سنة الموضوع ده بيظهر طبعا في الفيش والتشبيه طبعا بيطلع لك كشف حتى الغرامات بتاعت العربية برضو الاشترافات بتاعت السيارات طب احنا هنيجي للموضوع ده بالتفصيل ولكن احنا اول حاجة قلنا الدخل سواء غرامة قانونية جنائية يعني مثلا الشخص يكون محكوم عليه جنائيا او الغرامات الادارية دي بتأثر عليه وهنشرحها بالتفصيل بعدين الحاجة التالتة ان الشخص ما يكونش بياخد مساعدات اجتماعية ودي برضو هنشرحها بالتفصيل الوقت يكون من امتى مستوى اللغة من ضمن الشروط الاساسية جدا 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 للجنسية طب يعني لو قدرنا نقول هنقول الدخل اولا الفيش والتشبيه بالزبط السكن اكيد بالزبط طبعا والموضوع الموقف من المساعدات المساعدات واللغة اللغة اللغة مهمة جدا هنتطرق اليوم بقى بالتفصيل عشان احنا قلنا في حالات كتيرة فده بس مبدئيا دلس دي الحاجات اللي هتبقى تكون مطلوبة من اي شخص بيعتزم تقديم على الجنسية اه بس خلي بالك فيه ناس ممكن تتعفي من بعض الشروط عشان كامش هنعمم النهاردة مش هنقدر نعمم عشان برضو المشاهدين يكونوا معنا فاهمين الوضع مش هقدر أعمم يعني مش هقدر أقولك كل الناس لازم تجيب شهادات الكورس اللغة لان فيه ناس ممكن تتعفي مش هقدر أقولك كل الناس مثلا لازم يكون معا المستوى دوت من الدخل كذا فده برضو كل حالة على حدة بس دي الحاجات الاساسية اللي غالبا مطلوبة طيب خلينا ندخل في نقطة الدخل الدخل شروط الدخل ايه او ايه حجم الدخل اللي المفروض يكون او المدة الزمنية للدخل اللي هو بيكون قبل التقديم على الجنسية طيب خليني أوضح لك نقطة احنا عندنا دلوقتي اي فرض المفروض لآخر ست سنين آخر ست سنين قبل ما يقدم على الانتراج بتاع الجنسية بنقدر احنا نختار منهم اي ستة وثلاثين شهر يعجبنا يكون الشخص دوت مش حاصل على مساعدة قانونية مساعدة اجتماعية من السوسيال حصريا مش من مكتب العمل من السوسيال تمام آخر ست سنين آخر ست سنين يعني عندنا دلوقتي ست سنين قبل ما أقدم الانتراج يعني انا دلوقتي النهاردة لو انا هقدم في الفين اربعة وعشرين المفروض يكون عندي آن الفين وطمانتاشر لغاية دلوقتي الفين اربعة وعشرين اخد ست شهور منهم لا مش ست شهور ستة وتلاتين شهر تمام دول اللي مطلوبين يكون فيهم الدخل عالي وماكنش وغدى منهم مساعدات قانونية مساعدات اجتماعية من السوسيال تمام وآخر ست شهور قبل التقديم على الجنسية يعني انا دلوقتي النهاردة لقدام ست شهور قبل الانتراج فيهمت قصدي تمام ماكنش وغدى ولا سنت من السوسيال مزبوط دول اجباري اجبار قبل ما قدم الانتراج بست شهور لازم يكون دول ولا سنت خطوا من السوسيال مزبوط دول لازم يكونوا فكس بالنسبة للستة وتلاتين شهر دول لازم يكون انتي بتقولي ان هما لازم افضل ستة وتلاتين شهر بالزد هل دول لازم يكونوا بصورة متصلة ولا انا باخترهم لا انا باخترهم يعني ممكن اخد فبراير من السنة دي يناير من السنة دي يعني بصورة غير منتظمة بس لازم يكون في 36 شهر ما خدتش فيهم اي مصاعدات من السوسيال مظبوط طيب ده بالنسبة لموضوع الدخل هنروح لنقطة تانية نقطة اللغة 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 دلوقتي خلينا نقول برضو اللغة في كذا حاجة اول حاجة على ست سنين محتاج البيت سفاي ايا كانت نوع الاقامة بتاعتك ايه حماية سنوية لجوء اقامة طالب بس طبعا يكون مستوفي بقى شروط الجنسية مش بس اللغة ومش مستوفي بقى شروط دلوقتي بنوضح اقامة طالب معاك اللي هي الاقامة الاوروبية ايا كان ايه ومعاك البيت سفاي خلاص مفيش مشكلة تمام بس لازم الشروط التانية تكون متوفية اكيد احنا دلوقتي زي ما حداك ذكرت بنقول على اللغة طيب عندنا بقى النقطة التانية عشر سنين بالبيئة انس بس هنا في فرق بين اللي معاه حماية سنوية وبين اللي معاه لجوء فدي ممكن برضو ان احنا نوضحها للمشاهدين طيب اتفضل تمام اللي معاه لجوء اللي هي زي ما الناس بتقولوا اللي هو تلات سنوات بعد عشر سنين بالبيئة انس او اي اف ماينفعش او اس دي تمام بيقدر ان هو يحصل على الجنسية طيب واحد معاه حماية سنوية بعد عشر سنين بالبيئة انس وهو مازال على الحماية السنوية صعب ان هو يحصل على الجنسية لازم يخرج من الحماية السنوية للاقامة الاوروبية ويقعد بالاقامة الاوروبية خمس سنين وبعد كده بالبيئة انس يقدم على الجنسية طيب هو بيحصل الموضوع الاقامة الاوروبية دي بيحصل عليها بعد كم سنة؟ بعد وجوده في النمسا مش بعد حصوله على الحماية السنوية بعد وجوده في النمسا بخمس سنين يقدر يقدم على الإقامة الأوروبية ولكن برضو للتوضيح في نقطة حسابية هو أخد اللجوء بتاعه إمتى وأخد الحماية السنوية إمتى وبناء علىه هنا بنشوف ممكن تزيد كم شهر أو تقل كم شهر وهكذا بالنسبة لل اللي حصل على لجوء ده ممكن ياخد بالبي عشر سنين لأ البي اينس قلنا للجوء لأ قلنا البيت سفاي لأي إقامة أيا كانت نوعها إيه مزبوط خلاص حتى لو حماية سنوية ومع البيت سفاي بيقدم على الجنسية اللي معه الجوء بعد عشر سنين بالبي اينس وحصرا من ال او اي اف من ال او اي اف بالزبط تمام طيب خلينا ننتقل لنقطة تانية موضوع المساعدات الاجتماعية احنا عندنا فيه سوتيال وفيه ا ام اس اربية لوز وفيه عندنا نوت شتند هلف تمام تأثير موضوع المساعدات الاجتماعية دي على موضوع الجنسية السوسيال يعني ده اسوأ حاجة للجنسية تمام وفيه بقى عندنا هنا مشكلتين بتحصل فيه واحد هو بشخصه اللي بياخد سوسيال تمام بس احنا قلنا ان احنا من اخر ست سنين بنقدر نبحث عن ستة و تلاتين شهر ما يكونش خد فيهم السوسيال بس اذا هو طول الوقت بياخد سوسيال واخر ست شهور كان بياخد سوسيال ماقدرش يقدم على الجنسية تمام وفيه بقى حاجة تاني بيقع فيها مشكلة ناس كتير هو عامل حد عامل عنوان على عنده في البيت او هو عامل عنوان عند حد تاني وهو ما بياخدش سوسيال خالص بس اللي سكن معاه بياخد سوسيال ممكن يكون صديقه ممكن يكون والده ممكن يكون واحد ما يعرفوش وعمل عنوان عنده وهو ده له تأثير عليه اه طبعا السكن اللي هو فيه ليه هما بيقولوا لك ايه دلوقتي بيقول لك هو الشخص ده خد فلوس السوسيال عند ريساك نهما حددك في البيت حددك بتاخد سوسيال فبيقول لك بقى ايه طب ما ده بيدفع الاجار يبقى بتفعلي الاجار بتاعي اكلوا شرب مقلية انا باكلوا باشرب معاك ما ديه فلوس السوسيال المساعدات تمام ففي الحالة دي الشخص بيبقى عنده مشكلة كبيرة حتى لو الشخص ده اخد يعني الشخص اللي هو مسكنه معدد بيقدر لوحد اصد يوم واحد يوم واحد كل ده بيأثر ولا فرض يكون موجود بالعيلة يكون بياخد من السوسيال لا احنا كده هنقول ولا في السكن ولا في السكن ولا في السكن لان دي برضو بتسبب مشكلة تمام فالناس لازم تكون واخد بالها جدا هي بتسجن علوانها فيه بس في بقى حاجة تانية مختلفة الفي جي حقاك بتعرف شواء اللي هي الفي جي هي شقة وفي قوة كتير وانا مقجرة القوضة بتاعتي يعني انا معايا عقد بالقوضة دي فقط مظبوط واللي في القوضة اللي جنبي معاها عقده هو بياخد سوسيال ما يقصرش علي لان ده مش سكن معايا مظبوط دي اسمها الفي جي منفصلة منفصلة بالزبط وكل واحد له غرفة الواحد العقد ملوش ده خاص بشخص واحد بالزبط مظبوط طيب بالنسبة للأرباية تلوز الأرباية تلوز والنوتشتوند هفة ملوش 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 اي تأثير لعني دي اصل فلوسك انت قريدي بتبقى دفاعها وبتاخدها لما بتعوه والنوتشتوند برضو لا والنوتشتوند ده مفعش مشكلة هي السوسيال هي لمشكلة كبيرة للجنسية